وينضم إيدينا من بغداد الخبير القانوني علي التميمي استاذ علي أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة أهلا وسهلا بداية كيف يرسم القانون مسار الطعون منذ تقديمها للمفوضية لحين البت النهائي فيها نعم أحييك أخي الحبيب استاذ محمد والسادة المشاهدين بالتأكيد القانون المفوضية للانتخابات رقم 31 لعام 2019 ونظام مفوضية للانتخابات رقم 8 لعام 2023 رسمنا آلية الفرق بين الشكوى والطعن الشكوى هي تقدم إلى مجلس المفوضين وهي تبتدأ من تاريخ تحديث سجل الناخبين إلى إعلان النتائج النهائية هذا العمل في هذه الفترة هو يكون من اختصاص مجلس المفوضية لكن بعد إعلان النتائج النهائية التي أعلنت ندخل في مرحلة الطعون ومرحلة الطعون تكون أمام الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون مفوضية للانتخابات رقم 31 لعام 2019 وقراراتها باته وطبعا هناك سقوف زمنية استاذ محمد أمام الهيئة القضائية الثلاثية هي صحيح تبت في الطعون خلال عشرة أيام لكن القانون أعطاها أسبوع سبعة أيام تستقصي تطلب من مجلس المفوضين الأوليات الوثائق المستندات حتى تعتمد عليها فتكون المدة الزمنية هي 17 يوما للانتهاء من هذه الطعون وقرارات هذه الهيئة القضائية الثلاثية هي باتة غير قابلة للإستئناف غير قابلة للتمييز غير قابلة للطعون وبعد ذلك بعد أن تنتهي هذه الطعون يعلن مجلس المفوضية المصادقة خلال 15 يوم وفي حالة عدم إعلانه يكون مصادق عليها وفق القانون ثم ندخل في العد التنازلي لاختيار رئيس المجلس والمحافظ ونوابهم استاذ علي سمعنا بطعون حمراء بطعون صفراء بطعون خضراء يعني ما الفرق بين هذه الطعون أو هذه الألوان لنقول نعم الطعون الحمراء هي الطعون التي تشكل جريمة يعني تسمى الجرائم الانتخابية ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية أما الطعون البسيطة هي مثلا يعني الصفراء أو الخضراء هي ما يترتب من إشكاليات مثلا التي حصلت في نقل النتائج عبر الواسط أو النقل الإلكتروني الوسيط أو نتيجة مثلا لإشكالية في جهاز معين أو إشكالية في العد والفرز هذه طبعا لا ترتقي إلى مستوى الحمراء التي تشكل جريمة انتخابية وفقا لقانون الانتخابات التي تحدث عن الجرائم الانتخابية من المادة 24 لمادة 34 طبعا قانون الانتخابات رقم 4 لعام 2023 لهذا السبب أعتقد أن الهيئة القضائية الثلاثية لن تجد صعوبة في البيت في هذه الطعون لأنه لم ترتقي إلى مستوى الجرائم أو البطاقات الحمراء الخطرة وهذا يذكرنا طبعا بالانتخابات السابقة تذكر حضرتك كان عدد كبير من الطعون الحمراء فتأخر أعلان النتائج كثيرا أستاذ علي قبل أن أودعك يعني بعد المصادقة والانتهاء من هذا الملف الانتخابي ما هو مصير المفوضية تجمد؟ تعلق عملها؟ تحل؟ نعم طبعا نحن يجب أن نفرق بين حالتي بالنسبة لمفوضية الانتخابات أستاذ بحبت هناك مجلس المفوضين الذي يصادق عليه البرلمان والذي مدد له يعني مدد له البرلمان لمدة ستة أشهر للانتهاء أو الإشراف أو الرقابة على الانتخابات مجالس المحافظات وحتى تنتهي عمليات الطعون والبث فيها مدد لهم ستة أشهر طبعا هؤلاء ستنتهي مددهم لكن الشيء الثاني أنه المفوضية هي ليست فقط مجلس مفوضين هي إدارة انتخابية إدارات انتخابية ومكتب وطني يتكون من موظفين يعني كما أعلن ربما يزيد على العشرة آلاف موظف هؤلاء موظفين مشتبطين بعمل وقانون واستقلال مالي وإداري لكن مجلس المفوضين هنا عندما ينتهي دورهم وينتهي مددهم يعودون إلى عملهم أو يحالون إلى التقاعد كما يقول القانون ويتم انتخاب مجلس مفوضين جديد لأن تعرف حضرتك سنكون أمام انتخابات برلمانية قادمة بعد سنة ونصف من بغداد الخبير القانوني الأستاذ علي التميمي شكرا جزيلا لك